تعالوا في الشق التاني بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه وهو برضو بيتعلق بخسارة النادي الأهلي في مباراة صندوق مجرد يا جماعة مجرد خسارة ماتش لقيت عنوان على فيديو النهاردة الصبح أول نصحيت على اليوتيوب من أحد اللعبين الصابقين في النادي الأهلي وهو إعلامي ومش هقول قسم ومستغرب بصراحة لقيته بيقول ليه بيقول لك الكابتن حسام الغالي وشركة الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة رفضين استمرار مسلماني وعايزينه يمشي أقول الله إذا ما أقول لكم كده أعمله سيرش على العنوان ده هتلاقوه على اليوتيوب فأنا بصراحة استغربت جدا يعني عايز أفهم إيه؟ بقانه منطق ده أنت الراجل ناقص تقول والجمهور والجهاز الفني المعاون ولعيبة الأهلي كلهم مش عايزين مسلمان يمشي بقانه منطق الراجل ما حقق إنجازات زي دي وتطلع تقول كلام زي ده غرضك منه إيه؟ دائم دائم غرضك منه إيه؟ إن أنت تكون بتقول أخبار وخلاص إن أنت تكون عايز تبقى ترند بس والله ترند ما يبقاش بالطريقة دي عيب والله العظيم عيب أو حاجة تانية بقى في بعض الإعلامين القلائل في الحقيقة جدا بقى أنا هنا بقول لك القلائل اللي بيعتمدوا بشكل كبير قوي على الإعداد ورئيس التحرير في اللي يقوله له أطلع أقوله من غير ما أفكر فيه ما هو يعني زملائنا في رئاس التحرير أي برنامج أو فريق أعداد أي برنامج ورد إنهما يبقوا صح ورد إنهما يبقوا غلط إلا أنت تتصق فيهم سكة عمياء زي حالاتي كده لكن في نفس الوقت لازم تفكر في الكلام مش أي حاجة تطلع تقولها وخلاص وإي حاجة غير وقعية وغير حقيقية لمجرد إن الأهل يخسر ماتش لنسان ده في الأسف الشديد أنا حبيت بس أتكلم في النقطتين دول عشان جمهور النادي الأهل يبقى واخب باله ويبقى شايف الترند السلبي وبنبرز برضو الترند الإيجابي لأن حاجات زي دي ما ينفعش يتسكت عليها الأمور هتبقى واضحة قوي فهنضطر نتكلم في أسماءه هنضطر نوضح كل شيء فلأسف شديد دي حاجة من الحاجات المستفزة اللي حبنا نعلق عليه